بسم الله. وقفنا في الفيديو اللي فات على نظرية الشغل والطاقة الحركية. فقلنا لما لما سواء قوة او عدة قوة هتأثر في جسم. فالشغل المبذول من القوة ديت. وخلي بالكو. الشغل المبذول من محصلة القوة. هيساوي التغير في طاقة حركة الجسم. طيب تعالوا نشوف قوة من اكتر القوة اللي موجودة في حياتنا وليها تأثير كبير والتطبيقات بتاعتها كتير هي قوة الجاذبية. فتعالوا نشوف دلوقتي لو في جسم بيرتفع. يعني ايه? يعني لو انت معك تفاحة وقمت رميها وسايبها. فايه اللي هيحصل? اثناء صعود التفاحة دي ما بتتأثرش غير بقوة الجاذبية. لو انا عايز اشوف الشغل المبذول. من قوة الجاذبية على التفاحة دي اثناء الارتفاع. فاتفقنا? خليكوا حافظين دايما. قانون الشغل هو عبارة عن ايه? الشغل المبذول من قوة معينة يساوي القوة المعينة في الازاحة في كوزين الزاوية ما بينه. طيب الازاحة اللي بتحصل للجسم اثناء ارتفاعه بتكون للاعلى. وقوة الجاذبية دايما للاسفل. وبالتالي الزاوية ما بينهم مية وتمانين. وكوزين مية وتمانين بسالب واحد. فعشان كده بنقول اثناء الارتفاع بيكون الشغل المبذول من قوة الجاذبية بسالب FG في دي. يعني ايه الشغل المبذول من قوة الجاذبية على جسم? سالب. معنى ان قوة بتأثر على جسم بشغل سالب ان الطاقة بتنتقل من الجسم بسبب القوة دي. وده اللي بيحصل فعلا. الجسم ده انا رميته بسرعة ابتدائية. وهو طالع ايه اللي بيحصل? قوة الجاذبية زودت طاقة حركته ولا قللتها? اكيد قللتها لان احنا عارفين ان هو طول ما هو طالع سرعته عن مالة تقل يعني طاقة الحركة عن مالة تقل لغاية عند اكثر ارتفاع سرعته بتبقى بصفر. وبالتالي من اللوجيك يعني اثبتناها رياضيا واللوجيك ان الجسم هو طالع قوة الجاذبية بتقلل من طاقته. فمعنى كده ان الشغل اللي بتبذله عليه سالب. طب اسناء السقوط الجسم لو نازل من ارتفاع معين. زي مثلا كوباية وحطناها على حاجة وشلنا الحاجة دي فالكوباية هتوعها. فايه اللي بيحصل? الجسم وهو نازل. عايزين نحسب الشغل المبذول من قوة الجاذبية. فبرضو هيساوي قوة الجاذبية في الازاحة في كوزين الزاوية بينهم. الزاوية هنا كام? الجسم نازل لتحت. والقوة بتأثر برضو لتحت. فالزاوية ما بينهم بزيرو. وكوزين زيرو بواحد. فالشغل المبذول من قوة الجاذبية? موجب. يعني ايه الشغل المبذول موجب? يعني القوة دي هتدي للجسم طاقة. وده فعلا اللي بيحصل. الجسم اللي بيقع من اي ارتفاع بتفضل سرعته تزيد. يعني طاقة حركته تزيد. فبنقول اثناء السقوط الشغل بيبقى بالموجب. لان الازاحة والقوة في نفس الاتجاه فقوة الجاذبية بتؤدي لزيادة الطاقة الحركية للجسم. والعكس صحيح. اثناء الارتفاع. طيب. تعالوا نشوف حاجة تانية. لو انا عندي دلوقتي واحد بيرفع اثقالي. الثقل تحت اوه. اثناء الرفع. هسأل على ايه? الشغل المبذول ولكن مش من قوة الجاذبية. من قوة الراجل ده. ايه اللي هيحصل? هو هيرفع الثقل ده لغاية هنا مثلا. فالقوة اللي بيأثر بها اتجاهها فين? اتجاهها الاعلى. والازاحة اللي اتحركها الجسم اتحرك فين? اتحرك لاعلى. وبالتالي الشغل المبذول من قوة الراجل ده على الجسم يساوي قوة الراجل ده في الازاحة اللي حصلت للجسم في كوزين الزاوية ما بينهم. قلنا الاتنين لفوق في الزاوية بزيرو. يعني هيبذل شغل موجب. في حين ان لو كنت رميد تفاحة الفوق كان الشغل المبذول من قوة الجاذبية اثناء الارتفاع بيقلل من طاقة حركة الجسم فبيبذل شغل سالب. شايفين الفرق? اثناء الارتفاع بيبقى الشغل المبذول من شخص عكس الشغل المبذول من الجاذبية. الجاذبية عايزة تقلل الطاقة الحركية للثقل ده. لكن انا عمال ارفعه واددي له طاقة. فمعنى كده ان الشغل المبذول من قوتي بيكون عكس الشغل المبذول من قوة الجاذبية. وكذلك اثناء النزول. تعالوا نستنتجها. خلاص الشخص ده. رفع الثقل. والوقتي عايز ينزله. انت لما بتنزل دلوقتي الموبايل او لابتوب او اي حاجة غالي عليك وعايز تنزلها بالراحة بحس ما تتكسرش. ايه اللي بيحصل? هل بتأثر عليه بقوة لتحت? عشان تنزله? لو اثرت عليه بقوة لتحت فقوتك زائد قوة الجاذبية فهينزل يتخبط في الارض جامد هيبوز. وكذلك رفع الاثقال او اي حد بينزل اي جسم بينزله واحدة واحدة. يعني ايه واحدة واحدة. الجاذبية عايزة تنزله بسرعة. فانت عشان تنزله واحدة واحدة بتعمل ايه? بتأثر عليه بقوة الفوق برضو. تقولي ازاي بأثر عليه القوة الفوق وهو بينزل. بقولك لان لو انت اعتبرت ان القوة اللي انت بتأثر بها لتحت. فانت كده هتزود يعني كأن في موبايل في ايدك. قمت بدل ما انت شايله من تحت. قمت سايبه قمت مديله. قوة من فوق. فالله هيحصل هيقع اكتر. طب لو انت بتنزله واحدة واحدة بيبقى اتجاه قوتك فين? بيبقى الاعلى. فالشغل المبذول اثناء تنزيل جسم او اثناء نزول جسم من الشخص. هيساوي برضو القوة اللي بيبذلها في الازاحة اللي بتحصل. طب فاتفقنا ان القوة اللي هو اللي انت بتبذلها اثناء تنزيل الجسم بتكون لاعلى. وازاحة الجسم بتكون لاسفل. فالزاوية ما بينهم مئة وتمانين. كوزين مئة وتمانين بالسالب. فبيبقى الشغل المبذول من جسم او من شخص على جسم اثناء النزول بيبقى بالسالب. واتفقنا الشغل المبذول من قوة الجاذبية اثناء النزول بيبقى بالموب. فعشان كده بنقول. الشغل المبذول في رفع جسم وانزاله من شخص معين في حالة التأثير بقوة خارجية عمودية على الجسم يجب تضمين الشغل المبذول من القوة دي في معادلة الشغل والطاقة. يعني ايه? زي ما اتفقنا ان اجمال الطاقة الحركية اللي هيكتسبها الجسم هي عبارة عن الشغل المبذول محصلة الشغل المبذول على الجسم. طب اسناء الجسم هو نازل. لو انا انت بتنزل الموبايل بتاعك. فاتفقنا ايه القوة اللي بتأثر? انت بتأثر بقوة الفوق. والازاحة بتأثر لقوة التحت. وبالتالي مقدار التغير في الطاقة الحركية للجسم ده هيساوي محصلة الشغل المبذول. ومحصلة الشغل المبذول هتساوي الشغل المبذول من قوتك ذات الشغل المبذول من قوة الجاذبات. وكذلك اي مسألة هتيجي. لو في اكتر من قوة بتأثر فلازم تزود الشغل المبذول من القوة ديها في معادلة الشغل والطاقة الحركية. فبنقول في الحلقة اللي بيكون فيها الجسم في وضع سكون في الحركة اللي ابتدائية والحركة النهائية. يعني لو الشخص بتاع رفع الاسقال ده هو هيرفع الثقل في البداية. فإن اللي هيحصل? الطاقة الحركية للثقل ده في البداية بصفر. ولما يرفعه. واحنا عارفين رياضة رفع الاسقال ان هو بيرفع الجسم. ويثبته شوية. وبعد كده ينزل. فافهم من كده ان اثناء الرفع كان الطاقة الحركة اللي ابتدائية للثقل بصفر. وطاقة الحركة النهائية بصفر. يعني الدلتا كيه اللي حصلت له بصفر. والدلتا كيه بتساوي الشغل المحصلة? اللي هو شغل الراجل زائد شغل الجاذبية. فافهم من كده ايه? ان ال WG تساوي سالب WF. فده اللي احنا استنتجناه. ان الشغل المبذول من شخص بيساوي دايما سالب الشغل المبذول من الجاذبية. فاسناء الرفع الجاذبية بيبقى شغلها سالب. اللي هو سالب M G في D. فالشغل المبذول من قوة الشخص هيساوي بالموجب. واسناء النزول بيبقى بالموجب. فالشغل المبذول من الشخص بيبقى بالسالب. طيب. وفي قانون كان ليه اشتقاك في الفصل اللي فاته وكان ملغي. ولكن بيتمنى استخدام القانون ده عشان نعرف السرعة الابتدائية بمعرفة المسافة الافقية عند ارتفاع معين وزاوية القصف. يعني فيه مثال هنا هيستخدم فيه القانون ده. هنبقى نشوفه احنا ماشيين. فانا كتبته في الملخص تبقى عارفين. سواء يجبه لكم يعني. طيب فكل كلامنا ده على الشغل المبذول من قوة سابتة. ان لو في دلوقتي انت بتأثر على جسم. لو لو مسلا عندك ضيوف فقالولك قوم. حرق لنا الترابيزة ديت عشان هناكل. فايه اللي بيحصل? انت قمت اثرت بقوة على الترابيزة مسافة وليكن اربعة متر. فانت جامد. ففضلت مأثرة على الترابيزة بقوة سابتة خلال الاربعة متر دول. فلو عايز احسب الشغل اللي انت بذلته هيساوي القوة بتاعتك في الازاحة في كوزين الزي ما بينه. طب انت لسه رجع من الجيم. وقالولك حرق الترابيزة دي. فانت مش قادر. فخلال اول متر انت جامد. قصرت بقوة وليكن عشر. بعد كده تعبت شوية. قصرت بقوة خمسة. بعد كده في الاخر جبت اخرك قصرت بقوة اتنين. فلو عايز الشغل المبذول منك اثناء الازاحة دي. هتستخدم العشرة ولا الخمسة ولا الاتنين. فهنا هنستمت القانون تاني. الشغل المبذول من قوة متغيرة. يعني لو في قوة بتأثر على جسم خلال ازاحة معينة ولكن القوة دي مش سابتة خلال الازاحة دي. فنجيب الشغل ازاي? فبنقول ان هي عبارة عن تكامل القوة بالنسبة الازاحة. تعالوا نفهم يعني ايه تكامل? انا دلوقتي لو عندي رسم بياني ما بين القوة والازاحة. لو القوة سابتة يعني خلال الازاحة واحد متر اتنين متر ثلاثة متر وهكزا كنت انا بأثر بقوة سابتة. فالشغل المبذول من القوة السابتة دي اجيبه ازاي بيانيا? هو عبارة عن مساحة الشكل اسفل المنحنة. اللي هو عبارة عن ايه? مساحة المستطيل يعني الطول في العرض. اللي هو قانون الشغل العادي. القوة في الازاحة. طب لو كانت القوة دي متغيرة يعني ايه? يعني في كل ازاحة كانت قوتي مختلفة. هنا كنت بأثر بقوة عالية بعد كده تعبت شوية تعبت شوية وهكزا. فبجيب الشغل المبذول ازاي? فهو برضو مساحة الشكل اسفل المنحنة ما بين الاف والاكس. طب اجيب مساحة الشكل اسفل المنحنة في في المسافة دي ازاي? فقال لك ان احنا هنقسم المنحنة ده للمستطيلات صغيرة. يعني ايه? يعني هفترض ان انت كنت بتأثر بقوة سابتة خلال الازاحة الصغيرة دي. اي نعم انت كانت قوتك هنا اختلفت وليكن من عشرة لعشرين. ولكن هعتبر ان انت كنت بتأثر بقوة عشرة خلال الازاحة السابتة الازاحة الاولى دي. فالشغل المبذول منك هنا هيساوي الاف واحد في دلتا اكس واحد. وكذلك فمن دلتا اكس واحد لاكس اتنين. هنفترض ان انت كنت بتأثر بقوة عشرين مع ان انت قوتك كانت متغيرة. وهكذا. فهجيب الشغل هنا والشغل هنا وهجمع كل الشغل ده. فهجيب الشغل المبذول خلال الازاحة دي. ولكن هيديني ناتج مش دقيق. ليه? لان المساحة اسفل منحنة انا اخدت جزء فوق المنحنة في حتة. وفي حتة التانية ما حسبتش جزء تحت المنحنة. فالاجابة مش دقيقة. طب قاله نعمل ايه عشان نقرب الدقة? قاله هنصغر المستطيلات. يعني هعتبر الكوة السابتة اللي احنا بنفرضها دي هتأثر خلال ازاحة وبالتله هتدينا ناتج اضق شوية. المساحات اللي فوق المنحنة اللي تحت المنحنة اللي مش عامل حسابها. قالت شوية عن المنظر ده. طب قعدنا نصغر في المستطيلات نصغر 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 لغاية لما بقى المنظر ده وهو ده اللي بنسميه التكامل. التكامل معناقي هو الف اكس او تغير الف بالنسبة لل اكس لما يكون الدلتة اكس صغيرة جدا. واجمع كل دول. فهو ده معنا التكامل. فالشغل المبذول من قوة متغيرة اول لما يقول لكوة متغيرة يبقى لازم على طول استخدم قانون الشغل اللي هو بيساوي تغير القوة بالنسبة للازاحة من اكس انشال اكس فاينل. فبرضه التكامل زي قبل كده نفس اللعبة. يا اما يدين المعادلة يعني يقول للقوة بتتغير مع تغير الازاحة بالمعادلة دي. فعايز الشغل المبذول من القوة دي خلال الازاحة من واحد لتلاتة. فبنعمل ايه? هنكامل. فبحط المعادلة دي جوه التكامل. فهكامل هكامل ازاي بنزود على القس واحد ونقسم على القس الجديد ونزود على القس واحد ونقسم على القس الجديد. وبعد كده بعوض مرة بال اكس فاينل ومرة بال اكس انشال. بعوض عن كل اكس. بال اكس فاينل. ناقص عن كل اكس بال اكس انشال. وبطلع الناتجي. وهو ده الشغل المبذول من القوة المتغيرة. طب لو هو ما ادنيش المعادلة دي. وامرة سمهايلي. فبقول ان الشغل المبذول من القوة هو عبارة عن مساحة الشكل اسفل المنحنة. فلما يجيب لي شكل كده. ويقول لي ان القوة كانت متغيرة بالشكل ده. فعايز. الشغل المبذول من القوة دي. من اكس. انشال هنا. لاكس فاينل هنا. فمساحة الشكل اسفل المنحنة اللي هي عبارة عن ايه? المساحة ما بين المنحنة واكس. والمنحنة واكس. فهي عبارة عن مساحة المسلسين دولي. طب لو كان طلب مني الاكس انشال مش هنا. لو كان طلبها هنا. فاقوم اعمل خط كده. ويبقى مساحة الشكل الاسفل منحنة من اكس. لاكس. فيبقى مساحة النص المسلس ده بس. اللي هو المسلس ده. زائد مساحة المسلس ده. فالكلام ده كنا قلنا قبل كده. طيب. بعد كده هنتكلم على قوة الزنبورك. والشغل المبذول من قوة الزنبورك. ممكن نكتفي بهذا القدر في الفيديو ده. والمرة اللي جاية نكمل شرح باقي الوحدة ونخلصها ان شاء الله. اتمنى يكون كل شيء واضح. وشوفكم على خير.